درس مجاني اللي حصل مبارح في استاذ الاهلوي السلام مباراة الاهلوي والمقولين العرب دور التمانية الكاس مصر كان عبارة عن درس مهم جدا لكنه والحمد لله مجاني ما كلفش الفريح حاجة لكن اعتقد حجم الاستفادة من الاخطاء اللي وقعت فيه خلى مستر مارسل كولر يعي جيدا ان اللي حصل كان مهم تعال على المطش ولا تسمع كولر الاول اعجز علق عشان ببقاش متأسر بالله قاله طيب اتفاض شوف المطش لم يكن بالجودة المطلوبة ولم يكن بالسوق ايضا الذي يعني هو احنا قلقنا في المطش لكن المطش لم يكن يعني هو مطش زي مطشات كتير جد وتستطيع ان تلمس ان زيما الناس يعني الكرة دي مثلا ربنا ساتر فيها لكن هي كرة لحظة زرفية لاها هاجمة منظمة لكن مش بطريقة الحمد لله انها عدت انما مسألة ان هو اراد ان يسفيد من هذه المباراة على اساس انه عنده 120 دقيقة 120 دقيقة زي لم يستطيع ان يحرز في الوقت الاصلي عنده 120 دقيقة استطيع ان يعيدي التشكيل هو ده اللي كان بيفكر فيه لكن يعني برضو انطوى على مخاطر واحداث المباراة جرتك للمخاطر دي لان جه جون يعني الجون ده لو جاه افهم لكن الجون التاني اللي جاه جيه بغربة شديدة جدا وفيه نسبة توفيق عليها دي زي دي يعني فرصة قدام فرصة لكن يا استاذ ابراهيم الذي يدهشني مع راش انت هتقدر تعلق على هذا الامر ايه ايه اللي بيحصل معانا في التحكيم هو التحكيم يتعامل معانا بهذا المعيار المختلف جدا اللي ضرب الجزاء ولا اوضح طيب الحاكم ما شافاش طيب الفار ما شافش الحياة هي دي المشكلة بقى يعني انا عجب من برح الكابت الناصر عباس في التحليل التحكيمي بتاعه في القناة دي فرصة غريبة جدا كمان فكرة عدم توحيد المعيار من الحاكم وغرفة الفار يعني الاخطاء اللي حسبها نادر امر الدولة يعني بنفس المعيار وبنفس الطريقة الفنية هي اللي تجاهل بيها اخطاء للاهل اللي فيهم ضربة جزاء يعني انت بره بتحسب وجوه ما بتحسبش اللي ده بتحسب وده ما بتحسبش رابع فرصة رغم وحدة الخطأ نفسه يعني مش قادر توحد المعيار ودايما دي اللي احنا كنا بنتكلم عليه لو الحاكم عنده شخصية فنية معينة عنده طريقة معينة حتى في تقدير الاخطاء فلتكن على الجميع وبره زي جوه يعني سواء للأبيئ للأحمر أو للأصفر ما تتأسرش جوه الثمانتاشر أو بره الثمانتاشر ما تتأسرش عدلنا يا ابني اللقطة دي تاني لكن اللي حصل الحياة من الحاكم كان فيه اختلال حقيقي لقطة الهدف في وحدة المعايير بص يا سيد إبراهيم بص السلوب باس ده وشاف جودته وشاف القرار وشاف السرعة وشاف التنفيذ يعني برضه فيه في النص حاجات بص كريم فؤاد لا يعني فاخري يعني برغم خبرته اللي هي مش كبيرة لكن يستطيع أن يقدم مثل هذه التمريرة يعني إن عنده حاجة آه طبعا عايزين نصبر عليه شوية جماعة لأن الرجل ده هو في قطاع النشين واحد من كبار الهدفين آه أيضا من كبار صناع اللعب وأيضا لعب يقدر يدافع رهبة الفريق الأول موجودة آه فمش عايزين نتعجل في الأحكام يعني شاف ده جود بلياردو تاك تاك جود إنما ماشي وستطاع الأهلي أن ينجوا بما يملكوا من خبرات في ضربات الترجيح آه يعني كانت كانت معانا أنا بخاف منها أولا إنها في بتتساوى الحزوز في ضربات الترجيح طبعا مجرد لمسة جود أو بره فأنت أنت يعني وبعدين الحكب ده فيه كذا أفسايد ما لهمش علاقة بالأفسايد آه خالص برضو يعني قول الفر مش هيتكلم لكن ليه ليه كل الأخطاء العجيبة دي بتحصل ده خطأ واحد من دول كان يبقى صالح النادي الأهلي كانت كل ما تكوناش خلصنا كل ناس كانت هتقولك الأهلي والجامل والأهلي وفي صايد كده يقلب المباراة مش عارف إيه يعني 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 لا يجب أن يدفع الأهلي الفواتير دي باستمرار آه بدون مناسبة آه يعني الكرة دي كان ممكن تتلعب أحسن من كده أنا بقولك هو درس الكذا حد آه يعني اللعيب نفسه بقى طهر في ده مش ممكن اللعيب في الحتة دي والزاوية مقفولة والإتنين زمايله معاه في وضع أفضل جن بيشوت في الشبكة منبارا هو شاف الزاوية مقفولة وشاف البوزيشن اللي هو فيه وجن ما يساعدوش على أن يجيب هدف يعني 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 أحيانا أهو مثلا لا دي مش دي دي اللي أفتكره جات في يدي اللعب مش باينة لا فيه ضربة جزاء تانية آآ اللعيب داس على رجل اللعيب النادي الأهلي يعني يعني عايز أقول إيه يعني أنت يعني لك في الشيط الأولاني أربع فرص آآ شيء بمؤكدة أستاذ إبراهيم ما فيش توفيق آآ هما لهم فرصتين واحدة منهم جاتجون إحنا أربع فرص خمس فرص واحدة جاتجون وضربتين جزاء كان من ممكن أن نحتسبها أي فيه ركلات الترجيح بقى بغتك يا بوخيت صحيح أنه كولر كان مهتم بتدريب اللعيبة طوال الأيام اللي قبل المباراة على ضربات الجزاء وده كان مهم جدا وكان واضح لأن الرجل ده ما بيسيبش حاجة للظروف بيهيأ اللعيبة لكل الظروف كان واضح جدا على اللعيبة اللي سددت أن هي متضربة على الشوتينج كويس وكل واحد واخد قرار هيحطها فين بالقوة الكافية كل الضربات اللي تشاطت فيها توجيه وفيها قوة فيها حسم كمان يعني القرار كل واحد داخل حسم هيشوت هنا بقوة واضح جدا أن كانت المسألة نتاج تدريب واضح الشنوي بطل طبعا يعني يصد الضربة الأخيرة اللي حسمت المسألة وكانت الضربة القورة القولة عيدة الضربة دي هنجل كان نبس يطلع على العيد باسكت آه شوفوا دي رماية السلسالة بيبعد لكن يعني مع كل الأخطاء اللي حصلت مع كل الأخطاء اللي حصلت في التشكيل أنك أنت ما بدأتش أحسن حاجة آه واتدركت المسألة بعد كده كان ممكن المسألة بيها أولا ما حبش نسميها أخطاء أولا مغامرة مش وقتها أو تجربة مش في معدد بس ما يبيه هو الخطأ في التشكيل يا أستاذ إبراهيم أنك تنازل واحد مش جاهز تنازل واحد في غير مركزه تنازل إنما أنك أنت كريم فؤاد لعب بك رايت قبل كده هو تقلق فيه هو كان عايز يجرب طرق ويبوز عدد التغييرات مرة واحدة ما أنا معاك أثرت على الشكل ما أنا معاك أنا معاك بس أنا التفسيري أنه كان فاهم أنه عندي 120 ديئة صلح وهيش 120 كان ممكن تخلص في التسعين كان 120 دي افتراضي لما كانتش هتخلص في التسعين بواقع الأمر حتى بالسيطرة بالفرص بتقول اللي أنت جبتك يعني من قبل المواطش مش عارف أنه هي لعب 120 ديئة هي لعب 90 هتمتد لو فضل التعادل